السلام عليكم دائماً تتم الموضوع دينا قانون غسل الأموال فرع الثاني اليقضة المادة السادسة تتم دون الإخلال بالأحكام المادة السابعة دون الإخلال بالأحكام التي تنص على الالتزامات أكثر إجبارية يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوطائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتهدين والعرضيين وأطراف علاقة الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها تحفظه كذلك طيلة عشر سنوات الوطائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتهدين والعرضيين وأطراف علاقة الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوطائق المتعلقة بالأمرين المشار إليهم في المادة الرابعة أعلى وبالمستفيدين الفعليين وبصفة عامة كل الوطائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج تحليلات التي تستهدف العمليات المنجزة يتعين موافاة سلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها المادة ثامنة يجب على الشخص الخاضع القيام بضراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة التاسعة أدنى لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبرر اقتصادي أو موضوعا مشروعا ظاهرا وفي هذه الحالة يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيد منها تضمن في مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة أعلى وشكرا لكم وإلى فيديو آخر